ترجمة نانسي قنقر والعربية والعالمية في مختلف القطاعات وقالت الغرفة أن ذلك يأتي استكمالا لجهودها في الارتقاء بخدمة الأعضاء تمشيا مع أهدافها وخططها الاستراتيجية في الدورة التاسعة والعشرين ونتابع الآن سعار صرف الدنار البحرين مقابل العملات الخليجية والعالمية وإلى فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا الأسبوع والبداية مع بورصتنا المحلية فقد أقفلت بورصة البحرين على تراجع بنسبة 0.09% وأقفلت عند مستوى 1533 نقطة وشهدت السوق انخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار وأيضا الخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم مليونين ومائتين وأربعة أو اثنين وأربعين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 328 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 64 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في تداولة اليوم على أسهم قطاع الخدمات وأما بنسبة إلى إغلاقات بقية البورصات الخليجية فقد تبين الأداء بالتزامن مع استمرار مكاسب أسواق النفط العالمية نبدأ القراءة مع السوق المالية السعودية التي أقفلت بتراجع بنسبة 1.85% وأقفلت عند مستوى 8019 نقطة بتأثير من ضغط هبوط أسهم قيادية في قطاع المصارف وأيضا البتروكيمويات مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت أقفلت أيضا على تراجع بنسبة 0.22% مقفلة عند مستوى 6527 نقطة حيث شهد قطاع السنعة الاستلاكية انخفاضا في نهاية التداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية أقفلت بارتفاع بنسبة تزيد عن 17 النقطة المئوية وأقفلت عند مستوى 5165 نقطة وسط تقدم لمؤشر قطاع الاتصالات وأيضا العقارات أما سوق دبي المالي فقد أقفلت على ارتفاع بنسبة طفيفة بنسبة 0.03% وأقفلت عند مستوى 2758 نقطة مع هبوط قطاع الاتصالات بشكل رئيسي في تداولات اليوم وأخيرا مع سوق مسقط الأوراق المالية التي اختتمت تداولات هذه الأسبوع بارتفاع بنسبة 0.81% وأقفلت عند مستوى 4040 نقطة مع تقدم لأسهم قيادية في قطاع المصارف وأيضا التأمين حصلت دبي المرتبة السابعة عالميا من حيث الإمكانات الاقتصادية لتكنولوجيا المالية في انتك ما يسلط الضوء على جهود الإمارة في مجال دعم وتسريع مسيرة النمو الاقتصادي المستدام ورحب مركز دبي المالي العالمي بإصدار النسخة الأولى من هذا التقرير الذي نشر خلال الشهر الجاري والذي يستعرض الإسهامات الهائلة لقطاع التكنولوجيا المالية في تعزيز الاقتصادات وتحقيق النمو المستدام للقطاع المالي أعلنت وزارة البترول المصرية أن إجمالي استثمارات مشروع تنمية حقل الغاز المصري ظهر بلغ نحو 10.6 مليارات دولار حتى الآن وذكرت الوزارة أنه من المتوقع تجاوز إجمالي إنتاج الحقل ثلاثة مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميا قبل نهاية العام الجاري وكان وزير البترول المصري طارق الملة قد أعلن الأسبوع الماضي عن زيادة الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر الواقع في البحر المتوسط إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا وهو ما يسرع خطى مصر نحو التحول إلى مركز لطاقة في المنطقة نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل شركة روسية تقضي مصنعة الطائرات الأمريكية بوينغ بسبب طائرات 737 مكس حققت ألمانيا فائضا في ميزانيتها يقدر بالمليارات رغم الانكماش الاقتصادي خلال النصف الأول من هذا العام وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أن ميزانيات الحكومة الاتحادية والولايات المحلية والتأمينات الاجتماعية حققت فائضا بنحو 45 مليار يورو وبسبب نزاعات التجارية الدولية والغموض الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إن كمشى الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 0.1% أبدأ اليابان رغبتها في التخلص من تهديد الرسوم الجمهورية الجديدة على السيارات قبل اعتماد الاتفاق التجاري النهائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن ترك الباب مفتوحا أمام فرض رسوم على القطاع الذي يقترب حجمه من 50 مليار دولار وذكرت وكلة بلومبرغ أن ترامب قال إنه لا يفكر في فرض رسوم عقابية في الوقت الحالي وذلك عقب إعلانه هو ورئيس الوزراء الياباني شينزو أبي في مطلع هذا الأسبوع عن الموفقة من حيث المبدأ على اتفاق تجاري بين البلدين على أمل إبرامه رسميا في أواخر سبتمبر المقبل حذرت وزيرة المالية الإندونسية من مخاطر الموجة الثانية من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين متوقعة إنها ستكون أشد من الأولى وأضافت أنه يصعب تحديد مدى الأضرار النجمة عن تصعيد المواقف لكن الأثار السلبية ستكون ملحوظة وستضيف إلى حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي ومنذ أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في يوليو تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين وسط الحالة الهشة للاقتصاد الأمر الذي غذى المخاوف من حدوث ركود عالمي ونتابع الآن أبرز مشارات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية أقامت شركة تأجير طائرات روسية كانت قد طلبت 35 طائرة بوينغ 737 ماكس أقامت دعوة قضائية ضد شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينغ متهمة إياها بإخفاء عيوب في الطائرة التي تم إيقافها بعد حادثين مأساويين وأضافت الشركة أن بوينغ ارتكبت عمليات احتيال وخرق للعقد وكانت مهملة في كيفية تصميم وبناء الطائرة وأقنعت إدارة الطيران الفرالية بالموافقة عليها وتسعى الشركة للحصول على تعويضات بقيمة 115 مليون دولار على الأقل لإضافة إلى تعويضات نقابية